ما المقصود بخطة الدرس؟ أو بمعنى آخر، ما مفهوم خطة الدرس؟ وكيف يمكن لمعلم اللغة العربية أن يعرف هذا المفهوم؟ دعونا نبدأ بالوقوف أمام تعريف خطة الدرس. خطة الدرس هي ملخص لمحتوى الدرس، أو هي تحضير ذهني وكتابي، يضعه المعلم قبل الدرس بفترة كافية ويجتمل على عناصر مختلفة لتحقيق أهداف محددة. إذن فخطة الدرس سيناريو يوضح فيه المعلم لنفسه ماذا سيفعل مع طلابه طوال زمن الحصة، كيف سيحقق أهداف درسه، كيف سيقدم المعلومات الجديدة لتلاميذه، كيف سيناقشهم، كيف سيقومهم، كيف سيقوم بتدريبهم، كيف سيشجعهم للمشاركة في دراسة الموضوع، هي تعطي المعلم إجابات محددة وواضحة، حتى يكون فعالا طوال زمن تواجده مع الطلاب داخل الفصل الدراسي. وفق هذا المفهوم، فإن خطة الدرس تؤدي مجموعة من الوظائف الأساسية. ما أهم هذه الوظائف؟ لعل الوظيفة الأولى لخطة الدرس أنها تتيح للمعلم فرصة الاستزادة من المادة العلمية والتشبت منها، لأن المعلم عندما يقرأ الدرس، ربما يعود إلى بعض المراجع الإضافية، ربما يقرر أن يطرح بعض الأسئلة على زملائه، ربما يدخل على بعض مواقع الإنترنت، إنه بحاجة لأن تزيد معلوماته في هذا الموضوع عن معلومات طلابه، وعن المعلومات الواردة في الكتاب المدرسي، إذن فإعداد خطة الدرس يوجه المعلم إلى ضرورة أن يعود إلى مصادر مختلفة لجمع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، كذلك فإن خطة الدرس من أهم وظائفها أنها تحدد للمعلم معالم طريقة التدريس المناسبة، بما يوفر الوقت والجهد على المعلم والمتعلم، ويوفر عليه المحاولة والخطأ، فهو يدخل إلى الفصل الدراسي وهو يدرك تمام الإدراك ماذا سيفعل، ما واجباته وما واجبات طلابه، أيضا فإن خطة الدرس من وظائفها الأساسية، أنها تعين المعلم والمتعلمين على تنفيذ الأنشطة المصاحبة للدرس وبصورة دقيقة، كما أنها تسهم في أن يسعى المعلم والطلاب إلى تحقيق جميع الأهداف السلوكية لموضوع الدرس، وإلى احتواء هذه الأهداف بشكل كبير، فالمعلم يحدد الأهداف ويحدد إجراءات تحقيق هذه الأهداف بشكل واضح ومباشر، أيضا فإن خطة الدرس تعين على تنظيم أفكار المادة، وترتيب عناصرها وتنسيقها بشكل يكفل الإيجابية للمعلم والإيجابية للمتعلمين في الوقت نفسه، كما أن من الوظائف الأساسية لخطة الدرس أنها وسيلة، هي مرآة تعكس المجهود الذي يبذله المعلم داخل الفصل الدراسي، يكتشف بها المشرف الطربوي مدى جهد هذا المعلم، ومدى إصراره على تعليم طلابه بشكل جيد، ومدى ما يبذله في سبيل أن يوفر لنفسه ولطلابه الفرص التعليمية الكافية لتحقيق أهداف الدرس، أيضا فإن خطة الدرس تعد سجلا مكتوبا لنشاطات التعليم والتعلم، فهي تمكن المعلم من درسه وتذكره بالنقاط الواجب تغطيتها في هذا الموضوع، هذه الوظائف لخطة الدرس، تفرض علينا أن ننتبه إلى أن خطة الدرس لها أهمية كبرى، فما أهمية التخطيط للدرس؟ أولا، التخطيط للدرس يبعد المعلم عن الارتجالية، لأن المعلم تقريبا يعرف ماذا سيفعل بالضبط داخل الفصل الدراسي في كل دقيقة من زمن الحصة، ثانيا، التخطيط للدرس ينمي خبرات المعلم المهنية بصفة مستمرة، لأن بناء الخطة الجيدة تفرض على معلم اللغة العربية أن يعود إلى مصادر متعددة للمعلومات، وأن يعود إلى زملائه لاستشارتهم، وأن يلتحق بدورات تدريبية متعددة، مما يؤدي إلى تحقيق تنمية مهنية لهذا المعلم، كذلك، فإن من أهمية التخطيط أنه يساعد المعلم على اكتشاف عيوب المنهج الدراسي، فهو يقرأ الموضوع، ويطالع الموضوعات بشكل عام، ويكتشف ما قد يوجد في المنهج من تناقضات، أو من موضوعات لا تتناسب مع مستوى الطلاب، أو من قضايا لا يمكن مناقشتها مع الطلاب في هذا السن، كذلك، فإن من الأهمية الكبرى للتخطيط للدرس، أنه يرسم للمعلم أفضل الإجراءات التدريسية المناسبة لتنفيذ الدرس وتقويمه، فالمعلم عن طريق التخطيط يضع سيناريو لتحقيق كل هدف من أهداف الدرس، كما أن التخطيط الجيد يجنب المعلم الكثير من المواقف الطارئة والمحرجة، فهو مستعد لكل الأسئلة التي يطرحها الطلاب، وهو مستعد لكل القضايا التي ترتبط بموضوع الدرس، ويمكن أن تكون مثار تساؤلات من جانب المتعلمين، ولذلك، فإن الخطة التدريسية يمكن أن تقسم إلى أنواع متعددة تشمل الخطة السنوية، الخطة الفصلية، الخطة الشهرية، الخطة اليومية، هذه الأنواع سنتوقف أمام تعريفها بالتفصيل فيما يلي.